الحمد لله هل تعلم أن أكثر أسباب الحزن وضيق الصدر هذه الأيام بالذات التي رحلت بالسعادة من قلوب كثيرة واقعها جميل هو تذكر الأحزان الماضية لا بإيجابية فنحمد الله على العافية بعد المرض على الرزق بعد الفقر لا يذكرون الهموم الماضية ويتباكون اليوم يعصرون العصير وقد عصر ويطحنون الدقيق وقد طحن يا أخي الماضي انتهى أنت ابن اليوم بكرة ما جاء لا تفكر فيه أمس مضى رحل وانتهى بخيره وشره كن ابن اليوم وابتسم واستمتع بحياة